ليلة أخرى ملتهبة عاشها شمال كازاخستان أربعمائة وثمانية وعشرون كيلومترا مربعا من الغابات تفحمت وامتدت شدة الحرائق إلى البيوت فحصرتها من كل اتجاه ودفعت مئات من قطنيها إلى العراء سلطات الطوارئ في هذه الدولة الأسيوية قالت في بيان لها إن الحريق بدأ يوم السبت وانتشر بسرعة بسبب التقس الحار المصحوب بالرياح العنيفة وأضافت السلطات أن شخصا لقي حتفه في الحريق فيما أصيب أحد عشر شخصا آخرين بحروق متفاوتة الخطورة وتميزت موجة الحر التي طال أمدها بحرائق غابات مشتعلة في أجزاء من روسيا المجاورة خلال الأسابيع الأخيرة